تصديرك للغاز الطبيعي بيحقق ليك بالمناسبة وضعية سياسية أهمة جدا بالنسبة لجنوب أوروبا بل وأيضا والأهم بقى جدا لشمال ووسط وشرق أوروبا طيب تلاتة بقى احنا هناك كدام نقتصد وكلمنا سياسة تلاتة بقى وده مهم جدا ده كمان بيعزز من وضعك العسكري في منطقة شرق المتوسط وبالتالي بيمكنك أكتر منك أنت تبقى فاعل في قضايا متعلقة بذات نفس المنطقة الحيوية على سبيل المثال للحصر فلسطين على سبيل المثال لبنان على سبيل المثال آخر وليبيا على سبيل المثال شديد الأهمية فلما تشوف النهاردة أنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية اللي هم بيشتغلوا معانا في شرق المتوسط ومشاريع أخرى واستقبل معاه مجموعة كمان من مسؤولين الشركة إيه اللقاء حصل في إيه اللقاء كان بيتناول استعراض نشاط الشركة الحالي ده واحد والمستقبلية الناس ما خدوش بعضهم وقالوا للخلف ضر يعني ده عايزين يكملوا هيجي واحد يقولك آه طبعا احنا بنطلع الحاجة والاتفاقات بطراب الفلوس لا هو الاتفاقات اللي اتعملت على الغاز متعملتش في تاريخنا عشان بس نبقى متفقين متعملتش في تاريخنا ده بجد 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 الاتفاقات دي ما كناش حتى نحلم بنصها قبل كده فالناس عايزة في ظل الاتفاقات المغيرة تماما عن اللي كان بيحصل الزمان مغيرة إيجابيا إيجابيا بامتياز عايزين يكملوا أنا كسبان وهو كسبان طيب فيبقى بنقول يلا بينا نعزز الاتفاقات الحالية مع الحكومة المصرية بل وأوجه التعاون المستقبلي برضو في مجالات استكشاف وإنتاج الغز والبترول وتعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة بقى اللي مصر أصبحت بتحتل فيها موقع صدارة في المنطقة بالكامل بلوة في إفريقيا وأصبحت واحد من أهم مراكز الطاقة في العالم أنت أصبحت مصدر للطاقة مش بس كده وعندك مجمعات تسييل الغاز اللي العالم مستنيها والمنطقة مستنيها فانت بقيت الهب المركز بتاع الغاز الطبيعي في هذه المنطقة وبقيت واحد من أهم مراكز تصدير الطاقة وإسالة الغاز الطبيعي في الدنيا الله هنا بيوجه فخامة الرئيس بإيه بقى بإن إحنا هنواصل تعزيز التعاون المثمر وده مهم جدا المثمر مع شركة إيني الإيطالية وأعرف فخامة الرئيس عن التأدير للشركة القائمة أو الشراكة القائمة مع شركة إيني واللي بتنفزه من أنشطة متعددة أعرف فخامة الرئيس كمان عن تطلعه لمواصلة الشركة نشطها في مجال البحث والاستكشاف عشان نقدر نحقق يبقى استغلال أمثل للموارد المصرية من الطاقة طيب رئيس شركة إيني بطبيعة الحال أعرف عن تشرفه بلقاء فخامة الرئيس وأعلن كمان اعتزازه بمسيرة التعاون المشترك ما بين الشركة وما بين مصر واللي اكتشافات والنتائج الإيجابية اللي اتحققت خلال الأعوام اللي فاتت تحت الخد لك بقى من دي كده وركز معايا تحت القيادة والمتابعة الدقيقة والشخصية من قبل السيد الرئيس وإنه ده كان ليه أثر بالغ وكبير وهام في سرعة نجاح الشركة في إنتاج الغازة الطبيعي المصري ده كلام الراجل رئيس شركة إيني وده اللي خلى مصر حاليا من الدول الإقليمية الرئيسية في إنتاج الطاقة في وقت العالم بيشهد فيه أزمة طاحنة في هذا المجال عارف يعني إيه العالم يشهد أزمة طاحنة في هذا المجال اللي هو الطاقة فتيجي مصر تبقى وكأنها منارة جديدة لتصدير الطاقة أمام العالم يعني يبقى فيه احتياج طول الوقت للطاقة القادمة من فين أيوة عندك ولما الناس تحتاجك أهميتك السياسية تزيد غير إنه تخش لك فلوس أهميتك السياسية تزيد ده مهمة قوي 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 ابعد عن الشائعة ابعد عن التشكيك المطلق ركز في الحقيقة ركز في الواقع